في إطار هذه الحزمة الكبرى والأكبر أنا بس عايز القطاع الخاص برضو إيه يحن شوي يعني أنا عارف إنه كان من كم شهر كان فيه اجتماع وعلشان يتعمل زيادة في المرتبات وبتاع فيش منع برضو إيه نزود يعني وماله في النهاية خالص إحنا بنعمل ده يا جماعة أولا هو مش بس حماية يعني لو بتكلم بقى عن القطاع الخاص هو مش بس الجزء من إجراءات الحماية الاجتماعية هو جزء كمان من الاستثمار في الموظف والعمل اللي موجود في القطاع الخاص تكده بتشجعه أكتر على العمل بتشجعه أكتر على الإنتاج بتشجعه أكتر على الإبداع في عمله وده مهم جدا جدا طيب خليني بقى هنا أخذ معانا على التليفون أنا بحب جدا اللواء جمال عوض بصراحة بحبه على المستوى الشخصي وأحبه على المستوى الرسمي سات اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أهلا 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 أفن أهلا أهلا إزاي حضرتك خليني على حضرتك وعلى جبهورك الكريم يوسف ومتشكل جدا يعني على حبك وتأديرك لا والله يجعلنا عند خصك نصنع على المستوى الشخصي يمكن دي حاجة بتاعتي لكن على المستوى العام إحنا ما يعني أي خبر دايما بيطلع من عند حضراتكم بيبقى خبر سعيد وجميل ورائع فيعني إزاي المجتمع ما يحب كوش فإذا كان المجتمع يحب حضرتك يبقى لازم المزيعة يحب حضرتك ده لو بنتكلم على المجال العام بشكل شخصي دي بتاعتنا وأنا بحبك فعلا لأن أنا عرفك بشكل شخص يا فن بالخير شكرا الله يخليك عايزين بقى نشرح الحزمة الجديدة فيما يتعلق بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تمام يعني اسمح لي في البداية أتوجه بكل الشكر والتحية والتأدير الفقامة الرئيس على إحساسه بالمواطن وجمسه لشعور ونبض الشارع المصري طبعا والتحية كمان للشعب المصري على تحمله وعلى ثموده في الأزمة الاقتصادية اللي موجودة ومعايش موجودة في مصر بس في العالم كله الحقيقة بمجرد ما فهمة الرئيس استشعت أن فيه ضغط حصل على المواطن بيبدأ يتكلم معانا على أن نعمل حزمة حماية اجتماعية لا كده الدنيا العظيمة أو أجنب الناس الهيئة بتاخد السكنيات سواء بنبدأ ندعي الموارد بتاعتنا ونقدر نتصرف في حدود قد إيه سيافك تعلم أن المعاشات المفروضة نفقانونها زيادة المعاشات سنويا بتبقى في شهر سبعة من كل سنة أما بيحصل للتدخل من فقامة الرئيس بتوجهاته بنبدأ نشوف هنقدر نعلم الحقيقة نحن لدت في شهر عشر يفات صحيح يعني من حوالي أربع شهور سيادته كان تدخل وقال نعمل حاجة للمواطنين وعملنا مبلغ 300 جنيه مبلغ معطوع لكل المعاشات ومستمر معاهم في الصرف طول ما معاش بيصرف ما عداش يعني أربع شهور طبعا عشان الظروف للقصدية القاسية اللي موجودة سيادته وجهت درسنا لقينا أن زيادة اللي احنا المفروض كنا نعملها في شهر سبعة نبضغ صرفها وطبقا لتوبهات سيادته قال عايز قبل رمضان فالتكليف المهضة كان مواضح بأن الصرف يكون من واحد ثلاثة الزيادة إن شاء الله تبقى حوالي 15 مش حوالي هي تحديدا 15 سنية من إجمال المعاش طبعا ده الأمر جاء مستلزم صدور تعديلات تشريعية من البرلمان الهيئة النهاردة يعني بمجرد ما صدر الاتفاة أعددنا مشروع القانوني اللي هنتقدم ديه وندخله إن شاء الله في أهرب دالك مجلس وزراء لإقراره ثم إحلته إلى البرلمان لإقراره ونبدأ نصرف الزيادة اللي على المعاش ديه إن شاء الله هيبقى حدها الأدنى 150 جنيه وحدها الأخصى 1890 طيب أنا هفكر محدك بصوت عالي أنا أعتقد أعتقد إنه اجتماعات المجلس الوزراء بتبقى يوم الأربع من كل أسبوع يعني على الأربع اللي جاي مثلا إن شاء الله ده هيستلزم كده إنه مجلس النواب ينعقد الأحد التالي على الاجتماع علشان يتعمل التصويت على هذه القرارات أو على هذا المشروع بتاع القانون بحيث إن احنا نلحق قبل واحد مارس نلحق قبل واحد مارس إن شاء الله وإحنا في جميع الأحوال إن شاء الله بأمر الله إحنا بنعد أهلنا من أصحاب المعاشات إن في واحد ثلاثة هيصرف معاش شهر مارس مضاف إليه الزيادة 15 شهر جنة إن شاء الله بإذن الله الإجمالي كده يبقى كام يا فندم إجمالي تكلفة الزيادة يعني بالنسبة للمعاشات اللي إحنا مسؤولين عمناها كهي أقومية للتأمين الاجتماعي المعاشات التأمينية هتبقى 66 مليار جنة الله أكبر اللهم بارك في السلام في السلام تبكير صرفها بدل مكانت هتصرف في شهر سبعة اللي جاي يكون إن إحنا هنصرفها في شهر ثلاثة معناها إن إحنا هنصرف أربع شهور ديادة عن المخصص أيه فتكلفة التبكير دي الوحدها اللي أربع شهور دول هيكلفه حوالي 22 مليار جنة الله أكبر ده كده معناها يا فندم إنه إحنا بنعمل زيادات في المعاشات تقريباً كل 8 شهور مش كل 12 شهر زي زمان آه وأقل من كم شهور أعتقد كل 6 شهور يعني لو أنا مشيت مع حضرتك من 2022 مع بداية اشتداد الأزمة يعني الاقتصادية والحرب الروسية حصل زيادة شهر سبعة اثنين وعشرين بدل مصرفها أو صرفناها في واحد أربع بصرفنا صرفها 3 شهور يبقى تكده 9 شهر آه وصرفنا في شهر أربع ثم في شهر عشرة يعني بعد 6 شهور سيادة الغيس قرض المنحة 300 دنيا اللي هي مستمرة مع أصحاب المعاشات أيه فبعد 6 شهور ادينا مبلغ مقطوع لكل أصحاب المعاشات 300 دنيا ثم في أربع تلاتة وعشرين يعني بعد 6 شهور دينا جيادة المعاشات بتبكير برضي 3 شهور عن شهر تار ثم في شهر عشرة تلاتة وعشرين دينا بتاني منها 300 جنيه مبلغ مقطوع لكل أصحاب المعاشات ثم في 3 بقى بعد 5 شهور هنجلي إن شاء الله بإذن الله أنا مشكورك جدا 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 سادت اللواء كل الشكر سادت اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تلاتة وعشرين